الأمراض النفسية بيش قاصرة بس على الكو بار أطفال ممكن في سن مبكرة جداً يصاب بالقلق بالاضطراب النفسي فعلاً الأمراض النفسية ممكن يصاب بيها الأطفال في سن مبكرة؟ دراسات علم النفس النمو ودي دراسات مهتمية جداً جداً بالأطفال وأفكار الأطفال ومشاعر الأطفال دائماً احنا كنا بنفتكر أن المشاعر من بعد مرحلة البلوغة والمراهقة لكن فعلاً مشاعر الأطفال من أول سن يوم اللي حتى أحد الدراسات بتقول إنه هو بتذكر مشاعر الضيق أو الاختناق مع الولادة طيب بناءً عليه عرفنا إن كل مرحلة مش بس كل مرحلة يا دكتور محمد كل يوم على يوم الطفل بيقضي ده إما يسلم اليوم اللي بعده بسلام وحتى بيسلم المرحلة كلها تسليم سالم أو بيحصل فيه تقيد أو نقوس أو إنه يفضل مرتبط بهذه المرحلة وما بيعرفش يتخطأها وما يعرفش يتخطأ المرحلة اللي بعدها فضروري جداً ناخد بالنا من صحة نفسية أولادنا في حاجات كتيرة جداً أحنا ممكن من ناخدش بالنا منها زي ما أنت عشرت في بداية التقرير وإنت كمان يا جمانة إن الأطفال ممكن يحصل لهم نوع من أنواع القلق آه طبعاً المخاوف أيوة والفزع ظاهر جداً وده أول ما بيبدأ سبيتش ويتكلم يبدأ يقول كلمات فيقول أنا في حلم أو في كابوس وبيقوم مفزوع ممكن قبل كده نبات الغضب هي عبارة عن أحلام وده اللي بيفسروا العلماء كلهم إن هو أول ما بيعرفش يكون عنده مفردات يتكلم بيها لكن بيقوم بالليل غضبان أو متوتر أو مفزوع فهو يأما شاف حلم غريب أو شاف حاجات دايقته لكن ما عندهش القدرة الكلمية أن يتكلم عليها من ضمنها هذه العلامات اللي بناخد بالنا منها هو التبول الليلي المتكرر ولا هنا أنا أتكلم عن مراحلة ما بعد البوتي أو ما تعلم هو أنه يطلب يروح الطايلت ويمارس حياته ما سنة أيه تقريباً يا دكتور؟ من سنة ثلاث سنين من سنة ثلاث سنين قبل ثلاث سنين التبول الليلي ممكن ما بحسبش عليه لأنه لسه المسانة متكونتش ولسه يبقى فيه أمور العضرات بتاعت المسانة لسه متكونتش بعد ثلاث سنين هو عنده القدرة على التحكم النسبي نرجع للموضوع بتاعها للأطفال آه لازم ياخد كل أب وأم ياخدوا بالهم جداً من إيه المدخلات اللي بيدخلوها لأولادنا في أول أيام نفوذة المبكرة ودي أهم حاجة بنأسس لها من ضمنها التعامل معه هل أكون شديد معه أو صارم طب مط التربية الحديثة دي والتربية الإيجابية اللي بيقولوا عليها دي هل دي فعلاً تجيب سمارها طب هو أنا كده ودي الأهم أنتوا تكلمتوا فعلاً أشارتوا على أن ممكن تكون بعض المدخلات والحاجات اللي أنا كأب أو أم أو حتى مشاكل نفسية تكون عندي أنا كأم يعني أم يكون عندك ألأ شوي ألأ بالزيادة بتنقل من غير ما تاخد بالها هذا الألأ ليبنها مخاوف الأم نظرتها لنفسها نظرة الأم لنفسها المشاكل النفسية عند الأم وكذلك الأمر طريقة الغضب عند الأب عدم إدراك الأب لعملية التربية ممكن بينقل مشاكل من غير ما ياخد باله لأولادنا فلازم ناخد بالنا من جزئية أول مراحل التربية علم النفس النمو من الحاجات الجميلة والشيقة وناخد بالنا من تفاصيل نبرز صوتي وأنا بتكلم مع ابني أو حاجة بنسميها جودة الوقت مع ابني اللي هو لسه ابني يوم ده مهم جداً مهم جداً وده اللي احنا بنقول عليه خلينا أقولك بسرعة إيه الحاجات اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها الاي كون تاكت ده ده علامة مهمة جداً وظاهرة صحية جداً لازم الأباء والأمهات بيعملوها التواصل البصري ما بين ابني أو بنتي وأنا عملية الرضاعة أو وأنا بلعبه لازم يحصل وده من أهم خطوة في عملية جودة الوقت طيب دكتور حديتك كلمت عن المدخلات اللي لازم كل أب وأم يلاحظوها لكن برضو إيه العلامات اللي كل أب وأم لازم يلاحظوها أو ياخدوا بالهم منها ويتوقفوا عندها ويحسوا أنه الطفل ابتدى يعكس أنه عنده مشكلة نفسية أو أنه بيعاني من اضطراب نفسي إيه الحاجات اللي ما ينفعش أقف عندها وقول أصل هو صحي منهم أصله شافح الموهش أصل هو جعان أصل هو لسه الطفل مش قادر يعبر عن نفسه صحيح طيب بسرعة كده التبول الليلي بشكل متكرر وأنه هنا بيتكلم عن حاجة أساسية عندنا في العلوم النفسية والصحة النفسية والطب النفسي حاجة بنسميها شدة الظاهرة قد إيه جديدة وتكرارها تمام؟ وقد إيه هي غريبة عن حالته فبنسميها الشدة والمدة والحدة طيب فباختصار يعني إيه الكلام ده تكرار الموقف الموقف ده متكرر على طول بشبه يوميا فيه تبول ليلي فيه فزع وبقوم من نوم منزعج فيه انقطاع عن الأكل الطبيعي اللي هو كان بيأكله أو أنه عنده شراها ودي بنسميها اضطربات الطعام النفسية ودي بتبقى موجودة عند الأطفال كتير جدا طيب حالة أنه هو النوم المتقطع وأنه هو المفروض ينام من 9 ساعات أو 10 ساعات أو أقل حاجة 8 ساعات النوم ده بيه متقطع أو انعكاس حالة النوم بتاعته بشكل ملحوظ جدا هو من أول مولد كان بينام كويس بالليل فترة معينة بتدى ساعات النوم بتاعته بتترحل وبتدى ينام النوم النهاري ويصحى بالليل فدي من العلامات اللي بي لازم ناخد بالنا منها أنه هو الإنعزالية وظاهرة من الظاهر الإنعزالية عند الطفل من أول سنة 3 سنين ودي بتأثر على مجموعة أمراض هقولها دلوقتي حالة هو انفراض بالموبايل ابنك وهو مسك الموبايل أو أي حاجة لوحية وبيلعب بيها وانت شايف أن ده تطور وطفرة زكائية غلط ده مش حقيقي الحقيقي أن ابنك عنده أنواع من توتر أو مخاوف أو ألأ أو إنعزالية ما حدش بيتواصل معه فاختار أنه هو يتواصل مع هذا الجهاز نوع من أنواع أنه هو لما بيقوله على حاجة الجهاز بيعملها ويإشغال المعلومات اللي هو نقصة فبالتالي الاستخدام الموبايل بشكل مفض أكتر من ساعتين والطفل لما بيهاج أسحب منه الموبايل بيبدأ بيزع وبيعيط ويعمل السلوكيات غريبة فده معناه أن هو حصل له مشكلة سلوكية معينة طيب الصمت أو عدم لأنه هو ما بيش بيتكلم معايا تمام وهو عنده مجموعة كلمات أو لما أجي أقعد معاه ويحصل تواصل بصري ألا إذا التواصل بصري ده مش موجود طيب الحاجات دولة بيتكرروا أكتر من ثلاث أسابيع بشكل متكرر جدا وملحوظ ده مهم جدا المدة اللي بتكرر فيها الأعراض دي لأنه إحنا للأسف الشديد دكتور علي ما عندناش الثقافة النفسية عموما في المجتمع سواء للكبار أو للصغار فممكن بعض الأعراض دي الأب والأم يفسرها بشكل تاني يعني الطفل ما بتكلمش كتير فده يقولك ده طفل هادي مثلا ده حاجة كويسة أنه ما عندهش فرط في الحركة صحيح فالثقافة النفسية دي مهمة تبقى عندنا والحركة بتقوله ده مهم جدا كأب وأم ياخدوا بالهم من الأعراض دي وإنه إمتى العرض ده يستمر بشكل يقلقني كأب وكأم والتدخل بيبقى عمل إزاي هل التدخل أن أنا روح مباشرة لطبيب نفسي ولا أنا كأب وأم ممكن أحتوي الموضوع بداية طيب مهم جدا الأب وأم بيحتويه زي ما فيه إسعافات أولية لما درجة حرارته ترتفع بيحصل عنده مشاكل برد ولا حاجة كمان فيه حاجة اسعافات الأولية النفسية للأطفال حاجة دي ده إن شاء الله بجهز لها الأيام اللي جاي إيه الأسعافات الأولية النفسية الحضن ده مهم جدا خطوة مهمة جدا التواصل البصري إن عيني في عيني ده خطوة مهمة جدا أعود معاه على الأقل يوميا على الأقل لنص ساعة الأم الوحدها والأب الوحده أو مع بعضنا نص ساعة اللعب وحوار معاه دي من الحاجات اللي بتعمل إزاحة للحاجة اللي هو بحسسهم لهم تطمن حتى لو نتعرض إحنا برضو مش عايشين في مدينة فاضلة هو هيكبر ويروح للكيجي ويروح للمدرسة ويتعرض لضغوط يقتالك بالمجتمع حلو فهو أنا ما عنديش مشكلة في الاستضامة وما عنديش مشكلة مع التعرض للمواقف شديدة شوية تمام؟ لكن لازم يكون عنده الصلابة النفسية والمرونة النفسية والثيطان حتى يرجع يحكي لأهله كمان بالضبط ويبقى فيه حالة من الحوار والود ما بينهم فده مهم جداً تكلمنا عن الحضن الاستماع والحوار معه اللعب اللعب مهم جداً مع الأطفال طبعاً والضحك والحب مهم جداً ده أساسي معنا مع الأطفال التعبير بلغة الحب إن أحضنه ده تعبير إن ببص عليه وهو يبص عليه ده مهم جداً الإنصاط أو التواجد يعني إيه إنصاط وتواجد دي؟ الإنصاط إنك تكون وإنت الشخص اللي بتتكلم معاه عينك في عينه شايفه كويس جداً جداً بترد على الكلام اللي هو بيقوله ومش بتتفه منه أو بتقوله حضر حضر طيب طيب لا ده ممنوع جداً مع الأطفال والأطفال بيحس ده أثر على نفسيته جداً لما تقولهش الاهتمام أو إنه الكلام اللي بيقوله ده كلام مهم حلو ده بقى دكتور محمد بيأثر عليه بالموضع اللي ضع العالم دلوقتي التنمر التنمر موجود من زمان لكن زمان كان عندهم صمود نفسي دلوقتي الأطفال عندهم هشاشة نفسية ما عندهمش مناعة نفسية فبالتالي أثر عليهم لكن ليه زمان كان الأب مهتم من ابنه بيطلع سوي مهتم منه بيسمعه مهتم منه بيقدمه مهتم منه هو يخليه لما يجي يتكلم قدام الناس الناس تسمعه فبالتالي ده خلى عنده نوع من الثقة بالنفس ده أثر عليه لما حد يقوله حاجة أنا طبيعة الحال بابا بيسمعني طبيعة الحال بابا بيقول لي كلام كويس معنى كده يا دكتور خطوة مهمة جدا دكتور محمد وكمانين معايا جمانا الكلام الكويس المتح على الحاجات الإيجابية اللي بيعملها نقوله له بس بينه وبينه مش قدام الناس حتى المتح مش قدام الناس ممنوع أنك تمدح ابنك قدام الناس مش كده بيدي له حافظ وشجعه خالص إطلاقا ده بيربي نوع من نوع الفكر النرجسي عنده الاستعراضي فبالتالي هو السلوك حقيقي عمله تمام ممكن كل المتح لدرجة مهجنة كل اللي يزيد عن حده فعلا زي ما محاب بيكلم أنه اللي يزيد عن حده ممكن يتقلب ضده بس لو كلمة بسيطة لو استعراض لموقف حلو عمله ما فيش مشكلة لو كلمة تشجعية بس ما بخليش هو فكرة أنه نجاحه في رياضة معينة أو نجاحه في بطولة معينة علشان يوري الناس لا هو نجاحك ليك اهتمامك ليك وكمان برضو ممنوع الانتقاد من الحاجات اللي هي بتأثر على النفسية المقارنة المقارنة طبعا برافا دكتور محمد صعبة هو هو بالنسبة لك المقارنة دي أن في حد أفضل منك ما بيفهمش أن ده جملة تشجعية احنا عندنا في المناهج التربوية والمنهج النفسية أن المقارنة جراحة خطيرة جدا اسمها جراحة نفسية فمش أي حد مستعد أنه يعمل هذه الجراحة مش بس كده حتى الكلاين العامل نفسه غير مستعد لإجراء هذه الجراحة النفسية من المواجهة والمقارنة فبالتالي ما تعملهاش مع ابنك صعبة جدا أنت وانت كبير دلوقت وناضج أنت ما تحبش حد قارنة صحيح فبالتالي من الحاجات الممنوعة نعملها مع ابننا في حاجة مهمة جدا طيب لو عملنا السلبيات دي بتظهر في إيه الأمراض دي رقم واحد اضطرابات الكلام بدائة معايا من أنه التلعثم أو مشاكل في الكلام أو مشاكل في الحروف أو تأخر النطق حاجة تانية زي التوحد وده بيظهر من سن سنة سنة ونص وليه علامات إن الابن ما بيتوصلش معايا بصريا التوحد ولا انتوقية التوحد التوحد يعني التوحد ممكن يصاب بي طفل بسبب سوق معاملة طبعا التوحد هو اضطراب سلوكي عن التعامل الاجتماعي تمام فهو بالتالي ما فيش حد يتمي بي ما تواصلش مع البشر قبل كده فبالتالي بيحصل نوع من المخاف في التواصل مع البشر واطياف التوحد كتيرة جدا فاحنا بنحط المناعة التربوية والمناعة النفسية إن ابني ما ينخرقش في مشاكل التوحد والمقارنة الاجتماعية اللي عملوها أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية لازمان ما كانش ظهر التوحد ودلوقتي بيئي ظهر التوحد المجتمعات المسيجة أو المقفولة إننا نقفل على ابني وسايبه لوحده فده اللي خلى إن التوحد يبقى موجود وصارخ قبل كده انخرقه في المجتمع أو إن يبقى موجود في الشارع أو مع ناس والحضانة والمدرسة والأصحاب والشلة دوب الفروق الاجتماعية قلل من ظهور علامات التوحد قد يكون عنده توحد لكن هو التوحد ده خلاه يصحب خمسة بس فما ظهرش إن هو عنده توحد هو الاندباك طبعا حد كبير حتى بيحسن من حالات التوحد صحيح من نسبة للعنف للعند لحتى شدة التعلق بالأشياء صحيح طيب ده من الطلبات السلوكية اللي ظهر عند الأطفال وده محتاجة نموذجين كل أب وكل أم حابب تربي التربية مؤلمة ومؤلئة وشوية وصعبة بس برضو ما فيها متعة فلازم تأخذ العرض كل تأخذ المتعة اللي فيها والدلع والحب والحنان والرعاية ولازم تأمل حاجتين على فكرة لازم تكون ثابت على موقفك أنا اتفقت مع ابني إن النهار ده هصرف عشرة جنيه تمام؟ وهتختار حاجة واحدة من السوبر ماركت تمام؟ ما ينفعش ما ينفعش ابنك من أول ما يبدأ يعرف إنه في حاجة سمع سوبر ماركت ويختار تخليه يختار كل الحاجات وأنت تفتكرني دي شخصية دي من الحاجات الممنوعة جدا تمام؟ فبالتالي ضروري جدا ضروري جدا ناخد بلنا من جزئية مهمة جدا ألا وهي إنك تكون ثابت على موقفك وتكرر الموقف دي أهم نقطة في التربية عندي ابنك على فكرة التجاهل وتكون ثابت على التجاهل الموقف ده هيخليه تخطى لأنه بيعتبر أني اللي عندي معاك ده أداة تواصل السلوك العنيد أو السلوكيات السلبية اللي بيعملها تعتبر أدوات تواصل فالناحية التانية أتجاهلها وأكون ثابت على التجاهل حتى لو بيعيض ويعدل على الأرض والعشوائية اللي ممكن يعملها هذا السلوك تجاهلها بيعمل لها إزاحة وإنطفاء ويبطلها تمام؟ الجزئية التانية أكون ثابت على موقفي أني لا هتختار حاجة واحدة أو هنعمل دلوقتي الواجب أو دلوقتي هنغير اللبس أو دلوقتي هرتب الغرفة بتاعتي بالنسبة للأطفال اللي هو وصله سبع سنين أو تسع سنين وطلبت منه أنه هو يجهز الغرفة بتاعته وما نفس الأمر ما تعملهوش ما تعمليش أي مهام الإبن مطلوبة منه بدون ما هو لازم ليعملها سريعا دكتور علي لو أنا عايز أعزز الصلابة النفسية التعبير لحضراتك استخدمه لأطفالي أعمل إيه واحد اتنين ثلاثة لو عايزين رشدت نفسها على الهول حالو جدا استقب النفس بتيجي من خلال الأب يكون هو وثق من نفسه ممنوع الأب أن ينتقد ابنه أو يقرنه لازم يتكلب معه وحصل ما بينه تواصل بصري حاجات المهمة جدا اللعب وجودة الوقت اللي فيه لعب وهزار مع ابنك أنك تكون حاطط ليه حدود ويمشي عليها وخطوات وتركز أن الأوامر اللي تدهاله يكون هو متفهمها مصطعب عليه خلص وتكون ثابت على المبادئ مبادئ قليلة ثابت عليها وتمدح الحاجات الإيجابية اللي هو بيعملها خليه نخرق مع الناس وتكلم مع الناس ده بيزود عنده الصلابة النفسية خد بالك أنك أنت قطوة لابنة ودايما بقول أنت زي ما أنت ابنك زي ما أنت عايش مزي ما أنت عايز فبالتالي شوف أنت عايش إزاي ومهتم بحياتك وحارب حياتك ده بيينعكس على جودة حياتك وصلوك كمان يعني صلوكك أنت نفسك قدام ابنك عامل إزاي